في فصل جديد من فصول المطالب الشعبية في محافظة المثنة المعروفة بغنائها بالثروة الحيوانية طالب العشرات من مربي الأغناب أجهات الحكومية بالنظر إلى أوضاعهم المتردية ودعمهم بالأعلاف واللقاحات وغيرها من أجل النهوض بهذه الثروة سالفة الأمراض، هسا عم سويلهم سالفة مالة أمراض يعني احنا منا جفاف ومنا رخص غنم هاي سالفة الأمراض، الحلال صار ما ينباع وجفاف زين شلون نجيب الشعير إلى هو بسبعمية وخمسين بيش نشتريه؟ زين لا يقولون أمراض قبل النظام ذاك إلى أول إيش يطلع؟ يطلع ليجان ليجان منهم يطلعون؟ بلاش شلهم المرض يضربون عنه؟ المسؤولين ما شاء الله يبصروا مربين يستحوذون على تجارة الدولة وجاعدين يأخذون الأخراضهم الخاصة جاهد نشوف المسؤولين الموجودين هو رائق أنهم هو فلاح هو برلماني ظلت الشريحة الفقيرة المسكينة عدمها عدم مباشر آخرون منهم شكوا خلال وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس النواب في المحافظة من عدم وجود مساحات كافية للرعي تمكنهم من خفض الاحتماد على شراء الأعلاف في ظل عدم تعاون الجهات الحكومية لإستراد المواد العلفية نطالب الدولة، نطالب رئيس الوزراء، نطالب الناس الشرفاء، نطالب الناس المسؤولين الأكبار نطالب البرلمانيين، نطالبهم بهذه الشريحة يعدنا ثروة الحيوانية هلكت الثروة الحيوانية سابقة للحكومات القبلها بكت المالكي وبكت عادل عبد المهدي وبكت حيدر العبادي إلها حصة إلها وجبة أرجو من الدولة نحط فلوسنا في مصرف ويستاردوننا استيراد الدولة تستاردنا وغير هذا العشي ما يفيدنا نحن هلكنا نطط فلوسنا في مصرف ويستاردوننا أحسن ما يعكننا التاجر هذا ويحتمد الآلاف من أبناء محافظة المثنى على تربية الأغنام كمصدر للرزق والتجارة في وقت تتحدث فيه الجهات الرسمية عن وجود أكثر من مليون رأسين من الغنم والمعزي في المحافظة لقناة زاكروس تيلي علي صالح المثن